عندنا كثير من الحاجات أكيد ممكن الخبر الأول ودائما هو المهم واللي كان في اليومين الفاتو اللي هو الإغاثة الخيرية من مركز الملك السلمان لمجابهة الكثير من الظروف خاصة ظروف الأمطار والسيولة التي حدثت في سودان في الأيام القليلة الماضية ودى طبعا كله انفازا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين أولى طلايا على الجسر الجوي الإغاثي السعودي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة تغادر الرياض إلى الخرطوم انفازا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من عبدالعزيز السعود حفظه الله قادرة الرياضة اليوم طائرتان إغاثيتان تشكلان أولى طلايا على الجسر الجوي السعودي الذي سيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحملان على متنهما مساعدات غزائية وإيوائية إلى جمهورية السودان تمهيدا لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول والفيضانات هناك يرافقهما فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها وأوضح معاني المستشار بالديوان الملك المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيع في تصريح صحفي أن الجسر اللقاثي الذي انطلق اليوم سيقوم بتقديم اللقاثة العجلة للأشقاء السودانيين الذين تعرضت بلادهم مؤخرا إلى موجة أنطار غزيرة وسيول أدت إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وخسائر جسيمة في الممتلكات شكرا للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا دوما هي صباقة لأن تقوم تقيس السودان ومشاهدنا في الفترة الفترة كلها كمية من العانات التي قدمتها المملكة العربية السعودية للسودان من قوافل صحية لقوافل إقاثات شكرا جزيلا شكرا المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا شكرا